¿Qué son las preguntas que puedo hacerle a mi médico? ¿Tú sabes qué son las preguntas que puedes hacerle a tu médico? إذن عزيز المشاهدة فهمت شيئا مما قلت حسنا فهمت el médico لابد أنك فهمتها إذن أنت الآن تشاهد الدرس الثالث من سلسلة التحدث مع الطبيب ستكون سلسلة معمقة بها كل ما يخصك للتحدث مع الطبيب إذن قلنا ما هي الأسئلة التي يمكن أن أسألها لطبيب إذن ¿Qué son las preguntas que puedo hacerle a mi médico? إذن ما هي إذن هم الأسئلة التي يمكن أن أسأل الطبيب ¿Qué son las preguntas que puedo hacerle a mi médico? إذن أنت أو أنت تريد أن تقول هذه الجملة بهذه السرعة التي أقولها أنا كما سبق وقلت لكم في النصائح التي يمكن أن أتعلم بها الإسبانية خذ هاتفك واذهب على المسجلة وحاول أن تسجل هذه الجملة بكاملها مرة مرتين ثلاثة بصوتك المرتفع ستتدرب عليها ولم تنسها جرب وقل لي في التعليقات كيف كانت التجربة إذن أول سؤال يمكن أن أسأله الطبيب نقول له mi problema de salud cómo se llama mi problema de salud en pocas palabras يعني en pocas palabras en pocas palabras إذن هل يمكنك أن تشرح لي المرد واشي تقدر تشرح لي المرد إذن كن قولو بالأسپاني me 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 lo puede explicar en pocas palabras إذن مهي إذن يمكنك أن تشرح لي المشكل في حدداته puede tú usted en المغنسي قولو puedes en المغنسي قولو puedes adين قولو me lo puede me lo puede usted me lo puedes me lo puedo pero cuando hablamos con el médico decimos me lo puede me lo puede de una forma de respeto pues me lo puede explicar en pocas palabras من يعانون من مشكلة ستحدث بالأسبانية هيا فعلي الآن ولنواصل لدرسنا ماذا أحتاج لكي أتعاف أو لكي أتحسن أشنو خاصني باش نولي مزيان أو لمزيان لكي أتعاف لكي أتعاف l�� 我οι أنشع not لكي أتعاف لكي أتعاف inha لكي أتتعاف لأسباني الآن الأدوية بالأسبانية هو medicamentos medicamentos العلاج العلاج هو tratamiento tratamiento إذن العلاجات نقول tratamientos tratamientos إذن إذا أراد أن تقول ما هي العلاجات أو ما هي الأدوية التي أحتاج نخص نشن الدولة نخص نشن العلاج نخص نشن تبع كي medicamentos necesito كي medicamentos necesito ما هي الأدوية التي أحتاج أو الذي يلزمني كي medicamentos necesito كي medicamentos necesito دكتور وإذا أردنا أن نقول ما هو العلاج الذي أحتاج نقول ما هو العلاج لخصني perfecto كي tratamiento necesito كي tratamiento necesito كي tratamiento necesito دكتور إذن عزيزي المشاهد كنصيحة نصيحة أخوية من الأستاذ إليك لازم 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 هذه الكلمات وهذه الجملة الكاملة نعودهم في المنزل إعادتها في المنزل بصوت مرتفع مع نفسي مع مسجلتي مع هاتفي مع كاميرتي وحتى مع المرآد دكتور كانت مثلا انظر معي كي نسيتو كيف أقول الأدوية أعود للدفتر الأدوية ميديكامينتوس دكتور كي ميديكامينتوس خصني أو لمحتاج أحتاج بالإسبانية اعود للدفتري نيسيطو هنحاول أنني نتخيل أنني في محادثة مع الطبيب نسيت عاود ثاني نسيت إذن غنعاود نجود لك الراسة أو الدفتر أو أي شيء كميديكاميندور نتيسيتو الآن قلتها جيدا إذن بهذه الطريقة لازم هذة الطريقة لتعلم اللغة لازم نتخيل نفسي في موقف من المواقف إذن إذا أردنا أن أقول ما هي الأدوية التي أحتاج هي الآن أجيبني في التعليقات أنا متأكدة أنك ستجيبني أنا متأكدة أنك ستجيبني إذا اتبعت إذا اتبعت هي سي سيغو تذكر سي سيغو إذا أخذت سي طوم يعني هنا نتكلم عن الدواء أو العلاج والميديكاميندور أو التعليقات إذن سي طوم سي سيغو سي طوم يعني أنه إذا أخذت الدواء سي سيغو إذا تبعت الدواء إذن ماذا سيقى أشغيوكا أشغيوكا هي أشغيوكا إذا تبعت إذن كَي بَسَارَا سي سيغو كَي بَسَارَا سي سيغو este medicamento 8 may qué pasará si no sigo este medicamento qué pasará si no sigo este medicamento decimos qué pasará si no tomo este medicamento qué pasará si no tomo este medicamento vale مثلا إذا لم تفهم الطبيب ماذا قال لك ستقول له هل يمكنك أن تعيد واش تقدر تعود ليدك في الاسبانيا سأقول لك نذهب مع الطبيب أنا عارفة بلي رمضان شوش تقدر تعود sé que no he entendido bien me lo puede repetir por favor دكتور pensé que no he entendido bien me lo puede repetir por favor دكتور كذلك إذا أرد أن أقول هل يمكنك أن تعيد الشرح أن تعيد وتشرح إذن هل يمكن الدكتور أن تعيد لي الشرح فنقول ¿Puede volvérmelo a explicar? ¿Puede volvérmelo a explicar? إذن puede usted antes ptor ¿Puede usted puede doctor volvérmelo volvérmelo هو أن تعيد وتشرح ليد volvérmelo a explicar ¿Puede volvérmelo a explicar por favor? إذن ¿Puede يمكنني أن أعلمه؟ لا أعلمه يمكنني أن أعلمه؟ يمكنني أن أعلمه؟ في هذا الدرس علمنا مجموعة من الأسئلة التي يمكن أن تسأل بها أي طبيب ذهبت عنه تسأل عن مشكلتك ما هو الدواء الذي يمكنك أن تأخذ ماذا سيقع إذا تأخذ ذلك الدواء ماذا سيقع إذا تتبع تلك الوصفة الطبية مثلا ماذا تحتاج لي كي تتحسن؟ هل يمكنك أن تشرح لي باختصار؟ هل يمكنك أن تعيد الشرح؟ أعلم أنني لم أفهم هل يمكنك الدكتور أن تشرح لي؟ انظر كم من الأسئلة تعلمنا في هذا الدرس الآن حال دورك أنت لتريني ماذا تعلمت؟ حاول أن تعيد هذا الدرس مرات عديدة في انتظار الدرس المقبل لأن كما قلت لكم أن ستكون سلسلة خاصة بمصطلحات الطبية والعلاجية وما إلى غير ذلك إذا انتظروني قريبا أو إذا انتظروني في الدرس المقبل ولكن قبل ذلك لا تنسى أن تحفظ هذه الجمل عن ظهر قلب كيف؟ كيف؟ الكل يسألوا كيف سأحفظ ولن أنسى؟ حاول أن تكون مسترحيا تتخيل نفسك في المستشفى مع الطبيب تستحضر كل ما تعلمته تستعمل مسجلتك أو هاتفك كما أقول دائما تسجل صوتك تسمعه تستجل تسمع بهذه الطريقة ستتعلم مئة في المئة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله